النهاردة كان في استقبال مهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد مالك عقار نائب رئيس مجلس الدولة السوداني والوافد رفيع المستوى المرافق ليه بحضور الواقع بس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة في خلال اللقاء الرئيس استمع لعرض سيد مالك عقار لتطورات الأوضاع في السودان مصار الأزمة وصل لفين نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أطلع رئيس علم مجريات الأمور مجريات التسوية اللي بتدور الآن أشاد بالدور المصري والمسندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل هذا المنعطف الحرج اللي بيمر بي السودان وأهل استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوافد رفيع المستوى المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما تعلق بمسار الأزمة الراهنة حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة فضلا عن سبل التعاون والتنصيق لإصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة كما أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحسيسة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعاطف الحرج الذي يمر به ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر معربا عن تقدير بلاده لدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية بأسرها وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها أخذا في الاعتبر الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين كما أكد السيد الرئيس أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدأ عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها مؤكدا قيم مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدته وسلامة أراضيه كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد مختر ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر لسيما من خلال الاتفاقية المقرر يتوقعها اليوم بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفي ذلك الإطار سمن السيد رئيس الشراكة المسمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحولية والرعاية الصحية مؤكدا في هذا الصياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الأصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية من جانبه أشهد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين معربا عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكيات الدولة وفقا لأولويات واحتياجات الحكومة ومنوها في هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وتجعيها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرد ضغوطا كبيرة على معظم دول العالم مؤكدا استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر موسيقى